موسيقى لعبة الكراسي اليوم مع ختام الغراوي السلام عليكم مشاهدين ورحمة الله حتى مستشفى الأمراض النفسية والعقلية لم يسلم من عبث الفاسدين الذين توغلوا في أغلب مؤسسات الدولة اختفاء 160 جهاز تبريد سبلت من مستشفى الرشاد مؤشر خطير على جرأة الفاسدين وتجاوزهم على حقوق المرضى الذين ابتلاهم الله بأسوأ أنواع المرض يأتي ذلك بعد أيام على نقل نواب مشاهد وصفت أنها تحز في النفوس لمعاناة المرضى داخل المستشفى الذي كان يسمى سابقا بالشماعية شلون اختفت هذه السبالة من داخل مستشفى الأمراض العقلية وليش تم السماح بيها وتحت أي مسمى وهل كل الأقسام داخل هذه المستشفى تعيش هذه الحالة لو أكو أقسام VIP وأقسام عادية وليش لحد اليوم أكو مرضى يفترشون الأرض بهاي المستشفى وليش النظافة متردية أو شبه من عدمة كما ينقل بعض النواب وليش 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 طويلة السؤال الأهم من المسؤول عن هذا التردي في المستشفى الذي يضم أكثر الأشخاص حاجة للرعاية نناقش هذه التفاصيل وأسرار أخرى بعد فاصلها أهلا بكم ونرحب بضيفنا الأستاذ محمد الربيعي رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية أو حيك سيد محمد أهلا ومرحبا ونحن بانتظار أن ينضم معنا سيد باسم الغرابي عضو لجنة الصحة النيابية وأيضا السيد علي البياتي عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق وحيك مجددا سيد محمد يعني الحقيقة من أعرف شنقول أنه وصل بنا الحال بإنعدام الإنسانية إلى التجاوز وصل الفساد إلى أن يتغلغل إلى مستشفى الأمراض العقلية الناس اللي هم بأمس الحاجة إلى الرعاية كما ذكرت بالمقدمة واللي هم مقتلين من الأساس بشتى أنواع العذاب نتحدث عن جزء منهم طبعا وأنت مواكب لما يحصل في ملف الصحة من سنين طويلة بكل تأكيد قبل ما نتحدث بشأن اختفاء أكثر من 160 جهاز تبريد داخل هذه المستشفى شنو دي يصير داخل مستشفى رشاد وشنو الأسرار اليوم اللي ما يعرفها المواطن بداية أن تحية طيبة لكم والجمهور الكريم حقيقة أن مستشفى الأمراض العقلية هو أحد مكان من الفساد في قطاع الصحة جيد توجد فيه أكثر من باب من أبواب الفساد الأول أنه هو إحالة محكومين بقضايا جنائية إلى مستشفى الأمراض العقلية وطبعا هذه تتم بصفقات فساد مشتركة بين قطاع الأمن وقطاع الصحة أنه يكون تقرير طبي مزيق أو مقابل مبالغ مالية أنه هذا الشخص المحكوم أو الذي مجرم حقيقة ارتكب جناية أنه مقتل عقليا وبالتالي يذهب إلى هذا المستشفى بينما هو صاحب وسليم بالتأكيد هذا أحد النفوذ فبالتالي يوجد هذا النوع من الأشخاص في هذا المستشفى يعني هذا صار باب اليوم الذي يريد أن ينفذ من جريمة أو الذي يريد أن يتخلص من مشكلة معينة هو مرتكبها يتفق ويدفع أموال وبالنهاية يحول إلى مستشفى الأمراض العقلية بهذه البساطة نعم ممكن في زمن النظام السابق كان أيضا الذي يتم إرساله إلى هذا المكان بالذات هذا المستشفى يتم متابعته من قبل ذات ضبط التحقيق أو مديره أن هذا الشخص يبقى هناك يبقى إلى زيارات شهرية وأحيانا تنصل إلى سبوعية لمتابعته الغرض على أن لا يتم استبداله الآن نلاحظ أن فوضى ما أعتقد أن الدار حتى فيها نظام الكتروني ليدخل بيانات هؤلاء أو بيانات عوائلهم وتفاصيل عنهم تفاصيل يتعلق بوضعهم الصحي أو وضعهم القانوني طيب لا يوجد فحص دوري أو علاجات مثلا يتعاطوها أثناء فترة رقودهم في هذه المستشفى المشاهد التي عرضت حقيقة لما يكون موجودة أبسط المقاومات التي هي سرير وفراش نظامي ومروحة وحتى بدون أجهزة تبريد هذا يشير إلى أن أعدام تام للنظام الإلكتروني الآن كأنما بالعصر الحجري وطبعا هذا يعطي مؤشر آخر أن هذا المستشفى دخل من ضمن شبكات الجريمة المنظمة نعم أن أغلب المرضى أيضا اليوم تنتشر عندنا ظاهرة تعاطي المخدرات قسم كبير من تعاطي المخدرات والإدمان لكن نوع من المخدرات التي هي حبوب الهلوسة وغيرها الأمراض النفسية ممكن أن تعالج ويرسلوه إلى هذا المستشفى بالتالي هذا المستشفى لما بهذا الحال لا تستقبل هذه الحالات لا يوجد فيها من هذه الحالات هذا التشجيع أو قد يكون بضغط أو تمويل من عصابات الجريمة المنظمة التي تعمل بترويج المخدرات التحدي اليوم نحن لم نعد مراكز نشوف تجار موجودين داخل هذه المسحة بحجة أنهم متعاطين والمشكلة الأدهار ربما هم لا يتعالجون هم ممكن أن يشجعون الآخرين على التعاطي بالضبط أو يمنع المواطن أو العوائل أنه على أرسال أبناءها للعلاج بالتالي المتعاطي عند اكتشاف أحد الشباب بالعوائل أنه يتعاطى صعب جدا أرساله لهذه الأماكن وحتى يترفض استقباله بهذا الوضع فبالتالي هناك سلاحظوا حدين بهذا الملف المستشفى يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار على أنه ليست قضية سرقة مكيفات أو هذه الأمور أو حتى نعدام أدوية أو آثاث قضية أكبر من ذلك قضية أكبر من ذلك بكثير لكن ربما تكون هذه القشة التي ستقسم ظهر البعر أو ستعرل كثير من التفاصيل الأخرى حقيقة يمكن أن نسولف أستاذ محمد قبيل برنامج في قطاع الصحة القضية وهذه التجاوزات أو المخالفات الإنسانية وهذا التقصير هو موليد اللحظة ولا وليد عام أو عام هذه تراكمات لسنين لكن لماذا بدأت تبرز؟ الآن بدأت تبرز حقيقة هناك جهود يجب إضاحة يكون منصفين فيها قطاع الصحة خلال الشهرين الأخيرة خلال رصدنا بدأ بالتغير نحو الأفضل يعني ممكن المواطن يلمس هذه الخدمة التحسينات أو الإجراءات التي تم العمل عليها وطبقت الآن ممكن بعد شهرين أو ثلاثين يلمس المواطن مقطاع الصحة ليس الآن مقضية فورية لينقطع متهالك بثغرات قانونية أصلاً قانون الذي يعمل به هو يفتح بواب الفساد قانون الذي يعمل به؟ طبعاً قانون الذي يعمل به حقيقة كيف نعرف أن هذا القطع بفساد؟ قطع الصحة براية من رايات الفساد ترفرف أول ما تدخل أي بناية أنه تلقى شخص واحد يحمل ثلاث مناصب لديه ثلاث مناصب أنه هو مدير الإدارية والمالية والقانونية سيطر على كل الأمور نعم بالتالي نكون سريحين نكشفها المواطنين أنه هو هذا مدير الفعلي للدائرة ليس المدير العام هذا يتحكم بالأموال يتحكم هذا المنتابع بالعادة أكيد لجهة نافذة هو الآن الصراع بالصحة بين هؤلاء هذا حال مدير المكتب الذي كان يحكم الوزير هذا أقوى بمدير المكتب أقوى بكثير لا ننسى أنه قطاع الصحة خلال جائحة كورونا رسدت إليه أموال كبيرة نهبت بدأوا نتج عن فسادهم نتجة جرائم عديدة وما تحتاج تفاصيل كثيرة حتى نعرف وين راحت الفلوس المواطن العادي يمكن من يروح للمستشفى راح يتساءل وين الأموال اللي تصرف على قطاع الصحة إذا يروح يا دوبي يلقى لسرير نظيف ينام علي بالمستشفى وراشتة العلاجة يروح يشتريها من برها هاي إذا راح أصل لمستشفى حكومة ليش هو من ينوى بالمستشفى من ينوى بالمستشفى أنا أذكر أحد الأطباء بالسنوات السابقة ذكر أنه يتحكم به في أحد المستشفى العامة ببغداد أنه يتحكم به قاطع التذاكر قاطع التذاكر قاطع التذاكر بصفته مسؤول يعني طبعا قاطع التذاكر بالمستشفى متنفذ يأتي بسيارات ولديه حماية يدخل للمستشفى وزع يقوم بتقطيع فايلات ملونة يقوم بتوزيعها على الأطباء لإختصاص مثلا طبيب يأتي طبيب إختصاص صباحا في المستشفى العام في منطقة فقيرة يأتي بحدود 100 مراجعة جيد الأق يعطي 20 كارت مثلا للتحليلات 50 كارت حسب اللون أحمر أصفر أزرق ومرتبهم بالضبط للأشعة خمسة للمفراص فقط لأنه التجارة بالمستشفيات العامة على الفحص المفراص هذا من السمح لأن يتاجر بهذه الطريقة وين النزاهة وين الوزارة وين المسؤول داخل المستشفى شنو هذه الفورة والتسيير هذا أحد أساليب الفساد اللي لما هم المستشفى قاطع التذاكر يحكم مستشفى بأكملها نعم ويسير الأطباء داخل المستشفى ويتحكم بحياة المرضى من هذا الشخص من وراء كثير من هذه الحالات السلبية موجودة في قطاع الصحة يأتي عند حمايات وسيارات بالضبط هذه كانت هذه الفكرة هذه اللي حكاها أحد المسؤولين بقطاع الصحة في مؤتمر دولي وضحها حقيقة خارج العراق طبعاً حقيقة وذكر المستشفى مستشفى كرخة أو رصافة حتى ما نحدد في عام 2017 بالضبط بالرصافة أو الكرخ المستشفى لا يختلف الواقع في الكرخة أو الرصافة لا يختلف في المستشفيات العامة فبدأت أن تنكشف ملفات بقطاع الصحة كثيرة أيضاً هناك قضية أخطر من بعض التذاكر هناك قضية الأجهزة الطبية الحديثة التي تخزن ولا يتم استعمالها ومن ثم تسرق منها قطع أو أجزاء حساسة أو الأجزاء الكترونية ويتم من بعدها أن نفحص هذه الأجهزة وتبويب أنها لا تعمل وصيانتها تكلف مبالغ باهظة الأفضل أن يقومون ببيعها فيقومون ببيع جهاز سعر 300 ألف دولار بمبلغ 10 ملايين دينار بالمزاد باقي الأمور ليشتريه مستشفى أهلي لأحد المتنفذين بالقطاع الصحة ويقوم المهندس الذي قام بالتوقيع على المحظر أن هذا الجهاز غير صالح للعمل بنصبه في المستشفى والعمل عليه براتب شهري الله أكبر كثير من هذه الأمور لكن الآن وزارة الصحة ومن نسأل القطاع الصحة ووزارة الصحة الأموال وين تروح ما نبنت مستشفى ماكو أجهزة ماكو أسرة واقع صحي متردي يقول لك أجهزة موجودة بالمستشفيات الحكومية ما موجودة حتى بالمستشفى الأهلي حسب إدارة المستشفى يعني نحن خلال تجوال نفي عشر محافظات على دوار الصحة اللي شاهدنا القضية المتقدمة في كربلاء هناك حرص من الكادر الموجود والأطباء الموجودين على العمل بإخلاص وتفاني في قطاعات بقية للأسف في محافظات بقية الأمر سيء جدا والإدارة تتحدث عن أجهزة باغضة الثمن وربما عقودة تكلفنا من مليارات الدنانير والدولارات تباع بأثمان أخرى والباقي تروح بجيوب الفاسدين هو ليس بجيوب الفاسدين الفاسد ذاته ينتفع بقطاع الصحة الفساد مراكم الفاسد الذي يمنع عمل جهاز مفراس في أحد المستشفيات العامة يكون مستثمر في أحد الدور القريبة لهذا المستشفى أنه وضع بها مركز طبي فيه جهاز مفراس وبخصومات وبتحويلات من المستشفى المواطن لما يدخل المستشفى لا يوجد فحص يحول إلى هذا المركز بالاتفاق طبعا بالاتفاق حتى الطبيب نفسه من تروح له يداوم بحكومة يداوم بخاص يختلف حتى تعاملة بين الحكومة بالضبط ومن تروح ليصرف لك علاج وسوي لك كل التفاصيل لكن كنت تدفع ما بعد نعم لأن ما عدنا قانون يمنع الطبيب بالقطاع العام أن يعمل بالقطاع الخاص حتى الآن والوزارة هاملة جدا تفعيل دور العياذات الاستشارية طيب خليني أستاذ محمد أنتقل للسيد علي البياتي صار جاهز جيدا وبعدها نعود ونتحدث عن باقي التجاوزات الإنسانية واللاأخلاقية أحييك سيد علي إذا كنت أسمعني بوضوح تحية طيب أهلا ومرحبا بك كيف يتم السماح بالتجاوز على حقوق المرضى داخل مستشفى الأمراض العقلية وهي مستشفى الرشاد الذي نتحدث عنها اليوم إذا ما تحدثنا عن اختفاء أكثر من 160 سبلت والبعض يقول حالة المرضى داخل المستشفى حريجة جدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة ناهيك عن انعدام الخدمات الأخرى ماكو حمامات ماكو مياه داخل الحمامات وضع مزري تعامل سيء غير إنساني عدم وجود أصلا معاملة صحية صحيحة أو متابعة من قبل أطباء مختصين هذا منتهاك لحقوق الإنسان سيد علي نعم يعني ابتداء من خلال عملنا في مجال حقوق الإنسان يعني وصلنا إلى قناعة في قضية حقوق الإنسان أنه كلما أو العلاقة ما بين المواطن وحكومة هي علاقة عكسية مع قضية الانتهاك يعني كلما زادت تقارب ما بين المواطن ومؤسسات الدولة كلما زادت الانتهاك يعني المواطن في بيته وأبعد من الانتهاك صراحة هذا هي القاعدة الأساس بالتالي أي حالة تماث بين هذا المواطن وموظف الدولة والمؤسسات خاصة عندما يكون هناك تكون هناك أموال يزداد هذا الانتهاك وهي نفس القاعدة على مستوى المستشفيات والسجون ومراكز الاحتجاز نعم يعني تحترف مؤسسات الدولة الصحية ووزارة الصحة أنها تتعلق بخدمة حساسة تخوص حياة الإنسان لذلك نرى أن كل الدول التي تحترم شعوبها نرى أن أحزابها تتنافس دائما على هذه الفطاعات الفطاع الصحة دائما موجود في الصدارة في البرامج الانتخابية في الشعاراته بالتأكيد يكون دائما هناك تنافس في شعاراته وفي أجندتها وفي برامجه الحكومية العراق يعني ابتداء مشكلته في الفطاع الصح هو ليس بحديث صراحة يعني منذ التسعينات تم تخفيض ميزانية وزارة الصح إلى 10% وفي سنة 2003 تم استهداف ما يقارب 12% من المؤسسات الصحية قتل ما يقارب 2000 طبيب خلال فترة الحروب وبالتالي اليوم يعني الأرقام المتوفرة عندنا تقريبا إما نصف أو ثلث المطلوب عالميا يعني نسبة الأطباء أو عدد الأطباء لكل 10 ألاق هو 6 فقط عدد المناضين 11 فقط عدد الأسرة تقريبا ما يقارب 15 فقط هذه الأرقام توصلنا إلى قناعة أنه قطاع الصحي لم يختلف عن بقية القطاعات في أفق القوى السياسية يعني القوى السياسية والإحزاب باعتبار هي التي تدير هذا البلد تتعامل مع هذا الخطاع كون يعني فأداء المحاصصة حال حال وزارة المفروط وزارة الدفاع والداخلية بالتالي وزارة الصحة بقت مصدر تمويل لهذه الأحزاب يعني ما الذي يدفع مثلا حزب معين أن يقاتل على هذه الوزارة لسنوات أو في حكومات هذا دليل أنه هناك مصدر تمويل لهذا الحزب وعلى الرغم من أننا دائما نطالب أو نشير إلى أن تخصيصات وزارة الصحة هي قليلة لا ترقاها إلى المستوى العالمي ولكن هناك أيضا دعم دولي لهذه المؤسسات وأعتقد ضيفك العزيز ذكر أن هناك ببذرة كوبد على التقدير كان هناك دعم مفتوح كل هذه الأمور هي تدفعنا أو توضح لنا أن وزارة الصحة هي فقط مصدر تمويل لجهات سياسية الموضوع لا يتعلق بخدم وهاي مصيبة ذكرنا قبل قليل وذكر أستاذ محمد أنه قاطع التذاكر يتحكم بمستشفى بأكملها ويوزع النظام على الأطباء هذا على مستوى موظف بسيط داخل المستشفى كيف بلائب بوزير برئيس كتلة هذا شيء يسوي داخل المستشفيات ليس فقط هذا عزيزة أنا من خلال كوني طبيب وتأثير كثير من رسال هناك موظفين اليوم في دوائر الصحة بصراحة يعني هم مصلت عليهم الجهات الفاسدة ويلغط عليهم لكي يمانسوا معهم الفساد لكي يوقعوا لكي يكونوا جزء من هذه البجانة التي يعني بالعلن تقوم بقضايا فساد بالعلن لديها شبكات تتعامل مع شركات وتأتي بأجهزة من الصين وأجهزة غير مفخوصة وتدفع لها أموال كأنها أجهزة من دول أخرى يعني موثوقة ونصادر كل هذه المنظومة والشبكات تبقى حتى مع تغير المسؤول يعني من الملاحظ عندما يعني أقصى ما نصل إليها اليوم على سبيل المتابع عندما نثير قضية أقصى ما سنصل إليها أنه سيتم يقالة هذا المسؤول وسيتم تبديله بشخص آخر وهذا الشخص يبقى جزء من نفس الشبكة وهذا ما حدث حتى في مستشفى الرشاد لكن المشكلة يعني ما انتهت من جذورها أنا متأكدة لا هي مستشفى الرشاد هي جزء من منظومة فساد كاملة كنت أكيد هي تعود ل2003 حتى قبل يعني إقالة هذا الشخص هو ليس بحي إقالة الشخص يعني سنة في سنة سنة بشخص آخر سيكون جزء من هذه الشبكة المسؤول عن الفساد والإقالة بلا محاسبة هذه أيضا مشكلة يعني هذه تفصيلة جوز بسيطة لكن هي عواقبها وخيمة وإحنا في أحر شهر بالصيف داخل العراق وربما المرضى وضعهم لا يتحمل هذه التفاصيل وين راحت السبالة من أخذها هاي آخر حادث فصارت شلون طلعت من رتب لها تم بيعها بكل تأكيد وهذا بكل تأكيد إذا بحثنا في الأعماق نجد هناك ملفات فساد كثيرة يعني دائما ما يصل إلى الإعلام هي مثل قمة جبل الجليل ما لا يطفوه أكثر يعني بالتالي من أمين العقاب أساءل قضية الإفلات من العقاب التي أصبحت ظاهرة في العراق هو سبب استمرار هذه الضواهر يعني أصبح كلامنا بصراحة غير مفيد وأصبح هذا الكلام وهذه اللقاءات ما أحترامي لكل هذه البرامج ولكن أصبحت أيضا أداة بيد الجهة السياسية تبدل بها من تريد يعني اليوم لديها مشكلة مثلا مع هذا الفاسد تدفع بالمعلومات إلى الإعلام ويتم إقصاءة والإتيام بفاسد آخر وهذا هو ما يصل صراحة وهو مؤسف يعني نتعامل مع العراق مع قضية المواطن العراقي صحة المواطن العراقي بهذه التفاصيل وبهذه الآلية بصراحة مخزي ومعيب يعني بالأخير نفس هذه الطبقة السياسية رأينا أحيانا نعم لديهم أموال ولديهم علاقات ويتم معالجتهم قاجر العراق ولكن أحيانا يعني هم أنفسهم يجبرون أن يعالجوا في هذا البلد وفي هذه المؤسسات ويروا بأمعينهم كيف هي الخدمات يعني اليوم كان هناك فيديو لمستشفى يرموك على سبيل المستشفى يرموك أنا داومت فيه سنة 2007 واليوم أرى طبيعة الخدمات هي أسوأ بكثير يعني لماذا أين الأموال أين المؤسسات الرقابية أين يعني ديوان الرقاب المالية والنزاهة يعني لماذا نكتفي فقط بالشعارات وتم إحالة فلان واتقال فلان طيب خلينا بهذه النقطة سيد علي ونتحدث عن مسؤولية الجهة الرقابية ومتابعتها لهذا الملف اللي هو على تماس مباشر بحياة الناس ويعتبر الأخطر سيد باسم الغرابي نضم إلنا أحييك سيد باسم إذا كنت تسمعني بوضوح أهلا ومرحبا بجنابك كنت من أكثر أعضاء لجنة الصحة النيابية اهتمام بما يجري في مستشفى الرشاد وأيضا كانت إليك جولة في هذه المستشفى قبل كل شي حدثني شنو شفت بهذه المستشفى وشنو الإشكالات أو الخروقات الإنسانية اللي سجلتها تفضل لا سيما قضية اختفاء 160 سبلت عن المرضى وغرف المرضى تفضل نعم تحية لكم أختي الكريمة ولي ذويقكم الكرام ومشاهدي قناتكم الكريمة واقعا أنا أيضا ذكرت هذه الحادثة وهذه الأحداث سابقة خلال أيام السابقة من خلال لقاءات متكررة بأنه بتاريخ 6-6 في هذه سنة 2023 زار وفد نيابي من قبل لجنة الصحة والبيئة النيابية ستة نواب زاروا في مستشفى الرشاد وكتبوا تقرير كامل ومفصل بكثير من المغادرات الفنية والإدارية وبالتالي حتى تجولوا هم وكانت زيارتهم نهارية من خلال جولاتهم في داخل ردهات الرجال والنساء وتم تسجيل مجموعة نقاط تم رسالها إلى وزارة الصحة وأيضاً الجهات المختصة واقعاً بعد مرور 50 يوم وعندما لم تكن هناك أصداء أو إجراءات فعلية على أرض الواقع داخل المستشفى قررت أن نذهب بنفسي لكن هذه الزيارة تكون ليلاً ذهبت الساعة الثانية عشر ليلاً وخرجت المستشفى الساعة الثانية ثجراً وواقعاً موجودة كثير من المغادرات في الأمور التي تنق يعني نشرها من خلال الصور وخلال مقاطع الفيديو يعني روحتك كانت أثر معلومات وشاية من داخل المستشفى لو كانت إجراء روتيني لا لا نحن نحن وجهها لقابية وبالتالي نحن باب الشعب وبالتالي الناس التي تعاني واقعاً ما تطلق بوضنا وتشتكي من المعاناة وبالتالي نعم كان هناك ناس أوصل لنا كثير من المعلومات وكلنا نسمع واقعاً هذه المعلومات وبالتالي كان نزاماً أن نزور بصورة شخصية زرتها بالليل المستشفى وشان شفت بها بواقع الحالة الموجودة هناك طبعاً كثير من التفاصيل يعني تجود في داخل الغرف ووجدت أغلب الغرف يعني أولاً أجزة التكييف هي أما تكون عاطلة أو تعمل لكن تعمل به هوا حق ولا تعمل به عطر هذا أولاً ثاني لا تجد كهرباء في أغلب الغرف ثالثاً موضوع مستوى النظافة ومستوى الخدمات كان في أدنى مستوياته وكانت المعاناة واقعاً كبيرة جداً وبالتالي المرضى كانوا يفترشون الأرض ويفتجون إلى مناطق خارج الغرف حتى أكفت مبردات موجودة في داخل قاعات تجدهم متكدسين داخل هذه القاعات حتى يحسون على هوا ولو حتى المبردات للأسف ما كان بها ماب حتى كان هواها حار هذه المبردات طبعاً أنت جهز من قبل المستشفى حسب ما عرفت من قبل العتبات وبالتالي حتى موضوع التبريد وغيراً لم يكن هناك مجهز من المستشفى موضوع الحمامات والصحيات وجلت هناك اتساخ ونبتكن هناك نظافة تليق بهؤلاء المرضى تعرفون هؤلاء المرضى هم لا يستطيعون التكلم لديهم أمراض نفسية وعقلية وبالتالي لا يستطيعون الشكوى أيضاً موضوع العلاجات الطبية والعناية الطبية واقعاً وجلت بها حيث كبير وبالتالي وجلت بأنه فقط هناك طبيب باطنية واحد خلال الأسبوع لمرة واحد يزور هذه المستشفى لعلد 1450 مريض واقعاً لم تجد هناك مشاهدة دورية وفحص دوري لهؤلاء المرضى وبالتالي حتى أعداد الأطباء تعرفون وهذه المستشفى تكون من المستشفيات الطاردة يعني اللي كثير من الأطباء وحتى الممرضين حتى المعين نفسه اللي هو محياناً يعني يستبدل ملابسهم وينظفهم وما قل لم أجد هناك لا عامل خدمة ولا حتى محين يعينهم وبالتالي تسبب هذه المقاطع والصور ويعني سجلنا هذه الملاحظات هو بتقليل مفصل كامل تم إرساله إلى سيد رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة ورجمة حقوق الإنسان وباقي الجهات المختصة يعني هذه المستشفى أبسط الخدمات معدومة بها لا كهرباء نحن نحشي على السبالة طلعت مبردة أصلاً ماكو والكل متكدس بغرفة وحدة بل فراش ماكو ينام عليه المريض مثل ما ذكرت الحمامات معدومة مياه ماكو صنابير عاطلة ما أعرف هذا المريض شلون يمارس حياته اليومية بهذا المكان طيب قلت ماكو عمال خدمة ماكو ممرضين أطباء كافين ماكو نعرف الأعداد كبيرة هناك وأغلبهم يحتاج إلى رعاية وإلى متابعة طيب من مفترض أكو تعاقد مع شركة خدمات ورعاية من قبل هذه المستشفى نعم وجلد هذا الموضوع وين رايحين وين هم شركة خدمة أعتقد شهرياً 30 مليون يصرف لها حيثنا نجد عامل خدمة واحد واقعاً لنا وسألت عنها وقالوا ما موجود يعني عمال الخدمة وبالتالي وال30 مليون هاي ندفعها على شنو شهرين بالليل تعرفين أنت تضعف موضوع الرقابة وغيرها يعني ما يعني هو هذا يعني احنا كتبنا بتشكيل لجانة تحقيقية بهذا الخصوص وصرفيات هذه المستشفى واقعاً لسنة يعني 2022 وأنذن 2023 منذ شهر كانون ثاني إلى حزيران وضبطاً نعرف هذه الأموال تم صرفها أين بوبة يعني 360 مليون سنوياً تقريباً نحن ندفع 30 مليون كل شهر على شركة خدمات وبالنهاية من القعام الواحد نعم يخدم في هذه المستشفى هذا فساد له وليس فساد إيه ماكو واحد يراقي بيتابع يشوف المستشفى أخذ الكريمة نعم 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 نقطع الاتصال مع السيد باسم نعود لحال ما يجهز الاتصال مرة أخرى أعتقد الكهرباء عنده بها مشكلة أعود لك سيد محمد يعني والله ما نعرف ما نعلق على هذه التفاصيل يعني أبسط الخدمات ما موجودة ونتعاقد بملايين وبالنهاية ما نلقى عامل خدمة واحد نحن نحكي سبالة ماكو طلعت أصلاً مبردات ماكو كهرباء منقطع عن هذه الغرف أين الجهات الرقابية؟ ما ننتظرين؟ نعم هذا يرجعنا للخطوة الأولى أنه يجب أن يكون تحرك حكومة مباشرة من رئيس الوزراء ومع اللجنة من الأجهزة الأمنية مباشرة لأن حقيقة ذكرنا أنه موضوع مستشفى الأمراض العقلية هو في معظم الدول انكشفت بقضايا بالجريمة المنظرة بالتالي وجود 1450 شخص يتم معاملته وهذه المعاملة السيئة بالتالي قد تقف رهها أجندات الجريمة المنظمة شخص فاقد عقله شخص لديه أمراض نفسية ممكن أن يتم تفخيخها وزجها بوسط المجتمع استخدامها في عمليات إرهابية يعني ما الذي يمنع أدوات صاروا ما الذي يمنع من يسرق جهاز مكيف كم سعره ألف دولار ألفين دولار ما الذي يمنع هذا المسؤول الذي يسرق الألفين دولار أن يبيع أعضاء هذا المريض وارد جدا ما الذي يمنعه أن يبيعه لمنظمات إرهابية وصارت هكي حالات سجلت وهكي حالات أستاذ محمد أو سمعت لا ظواهر دولية موجودة هذه هذه ظواهر دولية موجودة من مواشرات خطر لكن نتحدث داخل العراق بالعراق حتى الآن ما هي فوضى حتى ذا موجودة ما ندري عنها بالضبط هذا المكان ممنوع صعب واحد يدخل له سواء أعلام أو منظمة تحتاج ألف توقيع وألف ورقة حتى تطبط شوف يصير جوه هذا هو من النوع الذي عالي المخاطر ليس بالفساد عالي المخاطر الأمنية عالي المخاطر على المجتمع ليس فقط الفساد الفساد بقطع الصحة حقيقة ليس بجزة التبريد وغيرها الفساد واضح يعني حتى اليوم لما غير مدير الصحة نذكرت أنه مشكلة بها أنه مدير قسم الإدارية والمالية والقانونية شخص واحد المدير دورها هامي شي كبر بالضبط غيرنا مدير لكن الأساس موجود لكن ما الذي يمنع هذا خطر أمني كبير لا يقل خطر عن السجل للإرهابيين لا فكران بالتالي معاملتهم في هذه الطريقة يوحي أو يشير إلى ضغط عليهم نفسيا إعدادهم كمشاريع إرهابية هذا المقصود من أولا ولا ما القصد من عدم توفر حتى مياه للمبردات اليوم ما جاء لمياه شروب ولا نوعية الأطعمة ولا حمامات بالضبط هذا كل عمليات ضغط نفسية يعني هو شخص عنده خلال عقلي أو مريض نفسيا بالتالي أنا أرضى لهذا الضغط من الصدمات شنو راح ينتج عنه اليوم لو سجنت أعقل مواطن حتى الصحي يطلع مخبل بالتأكيد راح ينضغط بالتالي وين أنت راح وين مصيرة ما شفنا كانت تظهر الاعترافات الإرهابيين وغيرها إنه كيف الأملية صدمة فبالتالي هذا الواقع هذا يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار وإلا هو ليس موضوع فساد فقط وإنما أكبر ويعني مؤشر خطير هذا على تفشي أو وجود ظاهرة الجريم المنظمة بداخل قطاع الصحة بالعلاقة طيب بعض الأشخاص اللي هم متهمين وجايين بغطاء نفسي أنهم يعانون من خلل معين هربا من الحكم بالإعدام أو المؤبد هذولا شون يتم تعاملهم داخل هذه الأماكن الفعلا لهم خصوصية حقيقة إحنا ما تابعنا بداخل هذه المؤسسات ما نصلنا حتى الآن تأكل اللي تسمعون من أخبار اللي نسمع من نجاحات لبعض ضباط التحقيق وشبكات المحامين اللي هم نكون نسميهم مغسرين فساد أنه بطور التحقيق ينقل إلى هذا المستشفى على أنه مختل عقليا اللي هرب من المحاكمة فكثير من الأمور لكن هذا اللي يدفع أموال تتصور غرفتها ما بها تبريد أو ما مجهزة راح نعامل معاملة المريضة نفسية مشرط أنه يكون موجود بالمستشفى أصلا أها مشرط أنه يكون موجود بالمستشفى أصلا يعني فقط اسم من هو موجود هنا أكيد في أسوأ الأحوال قد يكون موجود في المستشفى الموضوع لما وصل إلى هذه الدرجة بالتأكيد هناك فساد كبير نقول هذا فساد في هذا المستشفى بالذات هو جريمة منظمة وليس فساد باقي فساد قياسا بالأموال اللي موجودة باقي دوائر الصحة الأخرى يسير جدا يعني لو ممكن جهاز مفرس يقل السعره يطلع سعره عشر أضعاف هذه الأجهزة المخصصات أو النثرية للمدير المستشفى عام هي أجد بمبلغ هذه السبالة والنثرية مالتهم فميل التلفون ممكن مبالغ كل عدد ما تتجاوز مستشفى عام واحد مثل تسع مستشفى عام واحد قد يكون هذا نزان التهوى العاشر طيب مو فتشي فرق يعني لكن مخاطر الفساد بي والجريمة المنظمة عالية هذا المكان طيب خليني أعود للأستاذ علي وطبعا أنوه أنه حق الرد مكفول سواء لوزارة الصحة للمعنيين في مستشفى الرشاد حق الرد مكفول بالتأكيد على كل ما ذكر من معلومات أو من تساؤلات داخل هذه أثناء هذه الحلقة سيد علي يعود لك بتعقيب عندك تعقيب على ما ذكر الأستاذ الغرابي حول أوضاع المرضى وحالتهم المزرية جدا وعدم موجود أطباء أو معالجين أو حتى خدمات للعلم ذكر نحن متعاقدين مع شركة ننطيها شهريا 30 مليون لكن من زار المكان لا يوجد موظف واحد يعتني بهؤلاء وكلهم متكدسين في مكان واحد خارج الغرف بسبب انقطاع الكهرباء والحالة الصعبة جدا لهم يعني خلينا بس نتخيل المنظر وما أعرف وش راح نحس نعم يعني هو ابتداء على المستوى الإداري والفني هو متوقع يعني هو جزء من دوار الصحة التي فيها الكثير من يعني ملفات الفساد المعلنة وهي معروفة للإعلام والقاصر الدانية ولكن في قضية المرضى المتواجدين في هذا المستشفى يعني هم يختلفون عن البقية أن أغلب الموجودين هم موجودين سنوات يعني هناك من قضى ثلاثين سنة من عمره ومستحش سنة في داخل هذا الموقع أو البناية وأغلبهم يعني مفقودين التواصل مع الأهل هناك نوع من الانقطاع يعني تعلمون أن قضية المرض النفسي لا يزال هو نوع من الوصف الاجتماعي يعني أغلب العوائل التي لديها مرضى نفسي بل أنه حتى من لديهم أمراض عصبية وليس نفسية مثلا هناك الكثير من مرضى الصرع الذين لديهم أمراض عصبية وليس نفسية تمزجهم في هذا المكان فبالتالي أصبح هذا المكان أشبه بفندوق يعني نعم ليس فيه خدمات ولكن آلية مثل ما أتحدث الضيف أستاذ محمد أنه يزاج أحيانا مجرم في هذا الموقع لكي يتخلص من السجن كذلك من يريد أن يتخلص من فرد من أفراد عائلة قد يكون له مبرر أحيانا ولكن أحيانا فقط للخلاص من مشاكل ومن وصمة الاجتماعية تمزج بالتالي هؤلاء ليس لديهم صحيح الدليل أكبر تعافين لكن أهلهم لم يقبلون يستلموهم من خلال بعض التقارير الكثير منهم لديهم الرغو والكثير منهم حتى تعافوا ولكن غياب البديل نحن لدينا مشكلة في التعاطي مع الخدمات النفسية الخدمات النفسية السابقا كانت تعتمد فقط على المستشفيات كان يسموه وصفة البيض لليوم لا من الضروري أن تكون هناك خدمات تقدم داخل المجتمع خدمات إما عن طريق العالم الافتراضي أما خلال فرق الكثير من المنظمات واجهات التولية تدعم اليوم هذا النوع من الخدمات ولكن بحاجة إلى تفعيل بحاجة إلى إدارة في المزارة الصحة يعني بالتالي خصوصية هذه المواقع ومثل ما ذكر أيضا سيد محمد أنه لا يمكن لأي جهة أن تدخل إلا إذا كان يحمل مثلا صفة رسمية مثل سيد الناعج ولكن كمنظمات كإعلاميين حتى كمفوضية حقوق الإنسان أعتقد فرقنا لم تكن بقادرة على أن تتجول في كل الموقع فهي أصبحت أشبه بالسجون يعني مغلقة بالكامل نعم قد نحتاج أحيانا أن نحميهم ببعض الإجراءات ولكن عزل هذا الموقع عن الجهات الرقابية والإعلام والمنظمات هو دليل على وجود فساته في داخل هذا الموقع لو أخذنا مثلا جزدية المخدرات والمتعاطين يعني حسب الإحصائيات الرسمية هناك سنويا زيادة تقريبا 4000 إلى 5000 إما متعاطي أو جزء من شبكة أو تاجر بالتالي هؤلاء مهما كانت جرائمهم بحاجة إلى علاج نفسي يعني العراق فيه فقط ثلاثة مستشفيات رسمية حكومية أعتقد الرشاد المضوش هل هي مصحات بما تحمل هذه الكلمة من معنى يطلع متعاطي يطلع يطلع متعاطي يطلع صاحي ممكن يعني صارت عندنا حالات استشفى هذا سؤال مهم أيضا نحن ابتداء أصلا أن نخل الوابن التحدي ثانيا أعتقد هذا المستشفى الذي يحوي 24 رد هذا و1200 سرير فيها أعتقد 10 طباء نفسي فقط إلا يمكن أقل بالتالي كيف لها طباء أن يتابعوا ويعاجوا هذا العزل الكبير العزل أعتقد بحدود الواقع يمكن بحدود 1500 المتواجدين من مرضى وهناك خلل في الكوادر الوسطية يعني هناك خلل أصلا في البنى التحتية وفي الكوادر وحتى الأدوية فكيف سيعالج المريض وخاصة أن المتعاطي المحدرات هم يحتاجون إلى سنوات وكيف السنوات أكثر ومتابعة مركزة كنتيجة أنه منظومة العلاج النفسي والطب النفسي بالعراق صراحة هي معدومة أصلا لا نستطيع أن نقول فاشلة هي معدومة أصلا ليس لديها وجود والعراق حسب آخر احصائية في سنة 2006 من قبل منظمة الطباء بلا حدود فيه 18.5% مرضى نفسيين وعقيم هذه 2006 2006 يلاحظ الجرائم الرهابية وداعش وما بعد تلك تحتاج وزارة الصحة بصراحة اهتمام بالغ وتركيز على هذا الملغ واضح سيد يعني على أجهل فقط فقرة القطاع الصحي لن يصلح حالا إذا لم نفعل استثمار عدم موجود القطاع الخاص المراكب طبعا حسب المعايير لن يصلح حال قطاع الصحي مهما تحدثنا ومهما مولة أموال ومهما تم تبديل المسؤولين والمدرع العامين وغيرهم طيب سيد باسم معود لك من جديد جدتك الكهرباء سيد باسم لو لا نعم تفضل تفضل طيب لا الكهرباء ما جدت بس كوبة ديل عن الكهرباء يلا جيد سيد باسم يعني سألتك قبل لا ينقطع الاتصال عن 360 مليون تصرف على شركة متعاقدين وياها من أجل الخدمات لكن بالمقابل ما يوجد أي موظف من هذه الشركة يعمل لخدمة هؤلاء المرضى طيب هذا فساد لو مفساد هاي الشركة موجودة على أرض الواقع وهمية حبر على ورق من المتورط بهذه المسال وهذه وحدة ربما من مئات الحالات فضل نعم نعم باختر كلمة هذا الموضوع ملف الفساد الإداري والمالي واقعا هو ليس موجود فقط في وزارة الصحة مثل ما نعرف هناك تراكمات سابقة لعقدين من الزمن الأسف يعني وجود كثير من ملفات فساد الإداري والمالي في كثير من الوزارات وبالتالي سبب المجاملة والمحابات تسلط بعض الأحزاب والسياسيين والكتل الحاكمة في وقتها وموضوع المحاصص حتى في الوزارات باليصل إلى حد مدير الشعب وبالتالي مهما يكون هذا المسؤول أحيانا يصل من المستوى الفساد الإداري والمالي بسبب وجود هناك كتلة تدعمه وبالتالي يبقى ولا يمكن استبداله وكأنما يجب أن يرث واقعا هذا القسم وهذا العمل الذي يعمل به حاليا هذا الموضوع يعني مو في شيء جديد لكن هذه الحالة كمصداق لحديثك الحادثة الأخيرة ولجنتك أستاذ باسم لو تسمح للجنتكم اليوم شافت واكتشفت هذه الأموال التي لا موجودة على أرض الواقع أو عمل الشركة وهذه الأموال المنهوبة والواقع المأساوي للمرضى ماذا سيتحتب بعد هذه الخطوة ذكرتك تقرير أرسل إلى رئيس الوزراء ما سيصبح التحرك سيتم محاسبة المقصر فعلا سيتم تعويض المرضى له ما سيصبح وأيضا نحن نحن لسنا جهة تنفيذية أو قضائية نحن جهة رقابية وبالتالي ما نراه يعني واقعا نكتب به وننتظر الإجراءات ونتابع هذه الأجراءات شنو كان رد رئيس الوزراء لجانة التحقيق وأنا لا أخفي هذا الموضوع واقعا حتى في موضوع التحقيقات الإدارية زين أن تحقيقات الإدارية تأخذ يعني كثير من الوقت وإجراءاتها طويلة ومعقدة داخل الوزارات وبالتالي نفضل بأن نتابع هذه التحقيقات أو يعني اللجان التي نراقبها ونفتحها نراقبها بصورة شخصية حتى نستطيع نحصول على النتائج هذه بوريقراطية هي التحقيقات بحد ذاته هي تثير بين الفزاع يقول لك هذه التحقيقات حتى ينسد الملف ويطمطم وتنتهي السالفة ماكو ملف يغلق إذا كان هناك ناس تتابع هذا الملف الملف أحيانا كثير من الملفات مفتوحة وحتى في أجهات المختصة والمعمنية لكن يكون هناك عدة محاور بأنه يغلق هذا الملف أو يعني واقعا يتمك إنما أهماله أولا موضوع المتابعة ثانيا موضوع المجاملات والمحابات فإذا لم تكن هناك مجاملة ومحابة ومتابعة مستمرة تكون نتاج وأن هذا واقعا ما جربته ولمسته بنفسي كثير من القضايا فتاحته وبمتابعة شخصية وقد سجن كثير من المسيئين وضمنوا مبادغ كبيرة جدا من خلال هيئة النزاهة ووجهت لهم كثير من الإنذارات والتوبيخات في وزارة الصحة وفي باقي المزارات نعم إذا لم يتم مراقبة هذه الملفات سيتم هناك نتائج معينة ويتم مراقبة المسيئين أنا ردت أعلق في الشيء واحد موضوع المكيفات أنا اليوم كنت فيها الوزارة وبالتالي هذه المكيفات ليس جديدة بالمناسبة حتى انصافا بأن هذه المكيفات المئة وستين الذكرتوها في تقليلكم بأنه هي مستهلكة قديمة لم يجدوها واقعا حتى نعرف بالضبط لجميع التحقيقات حتى ما نظلم الناس صح تقول بعضها جديد وبعضها قديل يعني شكلها سيد الوزير اللي ما عرفت بالضبط هذه الأمور هذا طبعا نتابع بالضبط نعرف بالضبط ما هو مصيرها وشو نوضحها والراحن يعني ما نتحدث عن سبلت أو اثنين 162 كما في تصريح الوزارة 162 جهاز تبريد هذا شون عبار وين راح نعم 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 بلي هذا يعني كل الإجراءات بالضبط نعرفها بعد انتهاء اللجنة التحقيقية ونعرف بالضبط نتابع يعني مخرجات واقعا هذه اللجنة أيضا موضوع الكهرباء ذكرتو حتى التصحيح أن الكهرباء نتكن مقطوعة كهرباء كانت موجودة لكن داخل الغرف لا يوجد مصابيح يعني أحد الموظفين في دقاء يقول ناب شاف كهرباء داخل لا لأنا دخلت الغرف لكن ما أكو مصباح أكو قاعدة مصباح لكن ما أكو مصباح في كثير الغرف وبالتالي تكون الغرف أيضا مظلمة غرف مظلمة ما بها هو ما أعرف ما أكو فراش بالقاء ما يماكو بالحمامات أعرف ما جاي بهم نعذبهم إحنا لنعالجهم أنا أعتقد الجميع مقصر يعني أستاذ محمد قبل شوية يقول هاي مؤامرة هذا شيء معدئلة هذول يتم ربما استخدامهم من يضمن هؤلاء ما يتم استخدامهم لأغراض إرهابية لربما انتزاء أعضاء من أجسادهم متاجرة بأعضاءهم البشرية وجود تقسير وجود تقسير مفقط يعني مفقط الجهات المعنية أنا أقول أين مفوضية حقوق الإنسان مفوضية حقوق الإنسان كان مفترض أن تعمل جولات مستمرة على مثل هكذا مستشفيات خصوصا هذه المستشفيات لماذا لأن بها حالات إنسانية هؤلاء الناس الموجودين المرضى لا يستطيعون الشكوى يعني لا يستطيعون يصبح بالمعاناة مالتي وكتبت تقرير هذه المفوضية وكتبت تقرير من رح يأخذ بهذا التقرير أو من سيسمح لها بالدخول أو يصال صوتها حتى لا لا يجب أن لجنة الصحة يسلمونها للجهات الرقابية أكو جهات الرقابية بالبلد وأكو ناس مخلصين وأكو ناس ما ما أقول لحنة الموضوع لا نخلي كم السوداوي أكو ناس مخلصين وأكو ناس نظيفة وأكو ناس مقصرين في عملهم وين دور الجهات الرقابية داخل جزارة الصحة وين دور وزير الصحة نفسه وين دور النزاهة وين دور لجان الصحة في البرلمان على مدار كل هذه السنوات بالإضافة إلى بفوضية حقوق الإنسان السابق وين هاي الجهور نتكلم عن اللجنة النيابية نحن 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 تقول هذا واقع يعني لو لا زياراتنا ما نكشف هذا الموضوع وتشرف في مواقع التواصل والعلام والقنوات وغيرها بس بالجولات التي قامت بها اللجنة الصحة والبيلة النيابية فالتالي الجهات بعد التنفيذية تأخذ دورها ومسؤوليتها في إصلاح الواقع الحالي الموجود تعتقد رح يكون أكو تعاطي من قبل رئيس المزراء مع التقرير والمقترحات التي أرسلتها جنابك سيد باسم رح يتم الالتفات بشكل عاجل إلى هذه المشكلة بالنهاية هؤلاء ناس يعني أغلبهم ربما بلا إدراك ما يعرفون يدافعون عن نفسهم أو يشرحون حالتهم بلا عوائل فهم أمانة برقابكم بالنهاية مفترض كبرنامج خدمي كبرنامج خدم المفترض يكون سلطة واقعاً الضوء وجدنا أنا ما أخفي وأنصافاً وجدنا حتى من خلال سيد الوزير الحالي وأن البرنامج الحكم هناك في هذه الموازنة تصليل الضوء كبير على جانب الصحة لكن الفجوة كبيرة جداً بالنسبة للتراكمات السابقة يحتاج إلى فترة معينة إلى أن نصل إلى نسبة معينة أعتقد أنه لا نسبة معتد بها لربما نصوية نسبة 50% من خلال توفير العناية الطبية الصحية للمواطنين باعتبار أن تعرفون نظامنا حالياً لأسف ما لدينا حتى موضوع الاستثمار وعلى متفعيل القطاع الخاص والشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام قانوننا ونظامنا القديم من النظام الاشتراكي وبالتالي هذا يحتاج إلى مبالغ طائلة مثلاً توفير أدوية لربما نصف الميزان لا نستطيع توفير العلاجات بصورة كاملة لكن تخليق الله بقاعة تجيب فراش داخل غرفة لا أعتقد أنها تكلفك أموال سيد باسم لا تكلف أموال مهولة إذا تخليق الله بغرفة وفراش وصلح الحمامات ولهذا كان اعتراضنا سيد أختي الكريمة ولهذا كان اعتراضنا اليوم في المزارة كان اجتماع اليوم مع سيد الوزير وستاذ الوكلة وتكلموا المبالغتهم أبداً مطلقاً الموضوع ليس مبالغ الموضوع مور فنية وإدارة مستشفى يكون المفترض هناك دارة بصورة صحيحة ربما تورط مسؤولين فاسدين كبار بهذا الملف مصباح كهربائي بخمسة آلاف ليس صحيح عملوا تفتحون باب التبرع راح أمي الناس تتبرع هل تتعلمني من هو المتورط بهذا الموضوع تعتقدون أن هناك رؤوس كبيرة من الفاسدين أو ربما بعض الجهات التي لا نستطيع نحاسبها وهي خطوط حمراء بشكل أو بآخر والبعض أقول لك مرح يصبح تحقيق راح يتحاسب الموظف البسيط والكبار راح يطلعون من عدها أحمر ما عدنا شيء يسمي خط حمر أخطي الكريمة كريجنا صح وبيئة نيابي أتكلم أنا أولا عن نفسي أنا أباس من غرابي واقعا ليس يعني عدي تحالف أو افتجاه بأي جهد سواء يعني بيئة الحكومة بالعكس نحن جهة المعارضة في داخل مجلسنا وبالتالي غير مقهدين بأي سلطة ولا نجامل أحد في هذا الأمر وهم يعلمون ذلك من خلال ملفات السابقة ومن خلال الأمور والتقالة يرسلناه لوزارة الصحة سابقا واقعا لن نجامل بهذا الملف إلى أن نصل إلى حقيقة الأمور وإذا لم تكن هنا حقيقة سنصارح أيضا الناس وجماهيرنا بأنه أدرنا دورنا يعني أدينا دورنا الرقابي وسنعلومه بأنه إذا كان هناك نتيجة أو لا توجد نتيجة وقعا هذا عملنا الرقابي ومتابعة العمل الرقابي على الجهات التنفيذية وإجراءات الجهات التنفيذية لأسيما متابعة قضية التعاقل مع شركة الخدمات ما ذكرت لي هل هي أجنبية أم عراقية سألتك هل لها وجود أم هي شركة وهمية لا لا عراقية شركة عراقية شركة محلية لا لا هو هذا الكلام فقط كلام شفاء شركة عراقية محلية مفتوض يعني أعتقد حتى شفت المسائل 16 إلى 17 عامل أنا أيضا أعتقد هذا الموضوع لم تجد هناك خدمات يعني أثناء جولتي الليلية التي قمت بها من خلال زيارة هذه الأقسام والقطاعات والاطلاع على جميع المرافق الصحية والخدمية وجدت حتى هناك حتى الأغطية والبطانيات حتى الفراش وكذا وكان في مستوى نظافة يعني رديء جدا يعني ما لها أي وجود واقعا إذا تحدثنا يعني عملها فضائي يعني إذا كان بالليل فكيف كان الصباح لا لا شركة الصباحي ممكن موجود ممكن الشكل الصباحي يعني موجود لكن بالليل ما وجدت بحيث أن جد حتى بعض الفضلات وكذا في الصحيات لم تكن هناك نظافة وتنظيف لهذه الأمور والتالي حتى يعني حتى لو كانت مدومة الصبح على الأقل أنت من تجبلين رح يشوف المكان نظيف سيد باسم حتى نستثمر الوقت بسؤال أخير في تقريرك المرسل للسيد السوداني قلت أنه مبنى المستشفى مندثر ومنهار بالكامل وربما يشكل خطر على حياة المرضى الراقدين في هذه المستشفى وكنا نعرف كيف بناء هذا المستشفى قديم هل ممكن أن يتم نقلهم إلى مكان آخر بناء مستشفى جديد شنو حالهم الآن هؤلاء المرضى داخل هذه المستشفى في ظل انعدام كل هذه الخدمات التي ذكرتها رح ننتظر التحقيق شهر وشهرين وثلاثة لحد ما يطلعوا منهارف دولة ما يصار بهم بالداخل أكو إجراء عاجل رح يصار لموضوعهم أكو إجراء سابق حتى في زيارتنا كان هناك ملحق موجود للمستشفى المستشفى تقع على مساحة ألف تقريبا دون وبالتالي لديها مساحات كبيرة جدا ممكن إنشاء عدة مستشفيات في هذه المستشفى وبالتالي نعم أعتقد بعد يوم مباشرة من زيارتنا تم افتتاح أعتقد جناح أيضا ووجد هناك جناح ثاني سوف تقوم ببنائه يعني العتبات أيضا وأيضا بالإضافة إلى هذا الجناح الذي سيتم افتتاحها لكن إذا ما تم واقعا أن تحويل هذا الملف وهذه المستشفى باعتبارها مستشفى اتحادية مركزية على مستوى العراق بأن تكون أولا خدماتها في هذه المرحلة استثمارية نحن ما عدنا وقت بإنشاء مستشفى حاليا فإن يتم إنشاء أيضا استثمار وتكون الخدمات استثمارية بصورة مباشرة لا أعتقد سنصل إلى فدوسية الحق بالمناسبة لدينا مستشفى على غرارها بتقريبا 300 سنوات في محاضرة دوانية ولكن تعرفون موضوع افتتاحها وموضوع إنجازها وتعثرها منذ 2012 إلى اليومنا هذا وأيضا بسبب كثير من الأمور منها موضوع الوضاع الأمنية في العراق وداعش وما لف لفها وكثير من الملفات الفساد والدلجان التحقيقي أدت إلى تعثر أيضا هذا المشروع وقال نحتاج إلى نهضة وثورة ببناء هذه المستشفيات العراق يحتاج ما يقارب 93 مستشفى تقريبا يعني ما عدا أقلين كردستان لتقضية الاحتياجات بصورة عامة لجميع أنواع المستشفيات سواء كانت مستشفيات التخصصية والمستشفيات التي تكون بها ضرورة الإشغال السري لواقع المتوفر وهذا ما نره بين أغلب مستشفياتنا حاليا ليس فقط هذه المستشفى يعني متدهورة ومتهالكة ومندثرة واقعا بسبب يعني عدم موجود هناك يعني بديل وإنشاء مستشفيات لربما المستشفيات السرالية والألمانية وغيرها المستشفيات لكن يمكن سيد باسم نحن نتحدث اليوم عن مستشفى الرشاد كمثال ونتحدث عن خصوصيتها لأن المرضى اللي بيها أغلبهم هم يعني من نوع خاص وحالة خاصة ما عندهم أحد يطالب بحقوقهم ولا هم يمتلكون الإدراك الكافي حتى يطالبون بحقوقهم لكن يبقون هم بشر والتي يصير بهم هو موت بطيء حقيقي نحن نقتلهم قتل بطيء ومتعمد من قبل المعنيين فأتمنى هذه الرسالة اليوم توصل إلى كل المعنيين وإلى رئيس الوزراء لأنصافهم وبأسرع وقت أشكرك جزيلا سيد باسم الغرابي على كل ما تفضلت به من إضاحات وأكيد سنتابع هذا الملف مع جنابك وباقي أعضاء اللجنة أعضو لجنة الصحة نيابية سيد باسم الغرابي مجددا شكرا لك وأيضا لسيد محمد الرباعي رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية شكرا لك سيد محمد والشكر موصول لسيد علي البياتي أعضو مفوضية حقوق الإنسان السابقة لكم الشكر أيضا المشاهدين على طيبة المتابعة في أمان الله شكرا لكم